بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده حمد الشاكرين وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطهرين أحبابي الكرام حيكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فسحى طيب مباركة تجمعني وإياكم عبر هذا الأثير أثيري قناة قواث الفضائية فأهلا بكم أهلا بكم في برنامجكم هذا رائدات أحبابي الكرام اليوم الحلقة ستكون على امرأة من جزء نحبه ونرى فيه خيرا كثيرا هو المغرب الأقصى كثير من الناس يتحجج بأنه ولد في زمن صعب والظروف كانت صعبة وإلى آخر هذا الكلام أو في ظروف أو نشأ في ظروف استثنائية أو حتى الناس الذين ينشأون مثلا في أبناء طبقة سياسية مثلا في البلد بعض نسائهن لا تهتم بالشأن العام ولا المهم عندها المسألة أن فيه طرف وفيه أموال تغضق وتعيش في مباهج الحياة أما شخصيتنا لهذا اليوم فقد كانت امرأة مميزة في أمور كثيرة ونشأت في ظروف ليست سهلة يعني مرت على بلدها وعلى جزء غالي من العالم الإسلامي بالإضافة إلى أنها أيضا ابنة شخصية مهمة جدا لها أثرها في الذاكرة التاريخية اليوم سأتكلم عن الحرة حاكمة تطوان إذا ما تصفحت كتبا تتكلم عن تاريخ المغرب الأقصى وبالذات التاريخ النساء فيه فتتصدر الحرة مكانة رفيعة في هذا التاريخ كامرأة حكمت لمدة زمنية تراوحت بين 1515 إلى 1542 يعني بقيت سنوات وهي تحكم في تلك المنطقة في منطقة تطوان بالمغرب الأقصى فمن هي الحرة هذه؟ الحرة هي الحرة ابنة الأمير علي بن موسى بن راشد الأمير علي بن موسى بن راشد إذا ذكرت مبدينة ششوان ومدينة ششوان هي مدينة مغربية جميلة جدا يعني عندها طراز يجمع بين الطراز الأندلسي والطراز المغربي الجميل بيوتاتها تلون جدرانها باللون الأبيض وأبوابها باللون الأزرق فتكسسي منظرا جميلا جدا يهتم أهلها بالزرع يعني فيها جماليات الأندلسية والمغربية الجميلة يرجع الفضل في نشأة وعمارة هذه المدينة وسمتها الراقي الرائع لوالد الحرة الذي هو الأمير علي بن موسى بن راشد كان يعني اهتم بتلك المدينة اهتماما كبيرا جدا وكان له بصمته الحضارية والنهضوية والعمرانية فيها في هذه المدينة في مدينة ششوان سنة 1495 يعني نحن في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي وبداية القرن السادس عشر ولدت السيدة الحرة عام تسعمية للهجرة ما يوافق عام تسعمية للهجرة هذه السيدة بعض الكتب تقول لا اسمها عائشة وليس الحرة ولكن بعض المؤرخون يقول لا هذا هو اسمها اسمها الحرة هكذا اسمها ربما والدها ارادها ان تكون حرة ابيا وهي كذلك فنشأت الاميرة الحرة في مدينة ششوان مع والدها الامير علي الذي كما قلنا كان انسانا يعني نحن نتكلم بدأ في ذلك الوقت بدأ سقوط الاندلس ونتكلم ايضا عن ان هناك كثير من بيوتات الامراء تهتم بالعلم رغم هذا يعني فكان والدها من الذين يهتمون بالعلم ويهتمون بالجوانب الحضارية وقلت هو يعتبر مؤسس لهذه المدينة لمدينة ششوان وجعل لها طرازا معمريا مميزا ولكن لها دور كبير جدا في الحركة السياسية والحركة الادبية والحركة الاجتماعية ففي ظل هذا المناخ عاشت السيدة الحرة وهي تتلقى العلم وتبحر في ميادينه ولم يكن وليدها ليبخل عليها بمكتبته في البيت وبما حولها من محاضر علمية عاشت في هذه الدوحة الغناء وحتى تزوجت بقائد وليدها المنظر الثاني واهتم وليدها أن يزوجها بهذه الشخصية أيضا السياسية لأن الآن فيه مخاض سياسي فيه صعوبات يعني بعد بدأت أندلس شبه انهارت وبدأت هناك قوة القوة الأسبانية والقوة البرتغالية بدأت تظهر في الوجود بحريا وعسكريا وتحاول أيضا أن تتعدى حتى حدود الأندلس لتستفرد بالمدن والولايات المغربية في المغرب الأقصى وسبتة ومليلة وغيرها يعني احتلتا كان فيه محاولات للاحتلال ولي النفوذ والقدوم إلى المغرب فكان فيه يعني مخاضات صعبة وأجواء محتقنة وخوف من اعتداء أجنبي فلعل والدها سارعة وهي كانت صغيرة في السن في بعض البصادر أن عمرها ستة عشر وبعضها ثمانية عشر لما زوجها من هذا القائد المنظري الذي كان أحد قواذه أيضا ليكون له جانب سياسي بمعنى فيه دعم للمناطق والمدن المحيطة به والمناطق والمدن التي هي تحت حكمه لتنتقل بعد ذلك إلى تطوان بعد ذلك هي انتقلت إلى تطوان لأن هذا القائد المنظري كان مسؤولا عن تلك المدينة وكان حاكما لها فمن باب من جهة يريد لابنته أن يختار لها قائدا وإنسانا له مكانته في المجتمع بالإضافة إلى أنه كان له دور حتى في مقاومة المحاولات الوجود الأسباني والبرتغالي في المغرب الأقصى يعني هذا القائد وكان حاكما لمنطقة تطوان وبالإضافة لهذا فكان له هذا الصيط الطيب المهم انتقلت إذن السيدة الحرة إلى تطوان وفي تطوان لم تكن تلك السيدة الخاملة التي تهتم مثلا بما حولها في القصر أو تهتم بزوجها فقط على أهمية هذا الأمر وإنما كانت لها بصمتها في تطوان فهي حتى لما كان والدها حاكم رغم أنها صغيرة في السن كانت تشهد معه المجالسه في الحكم وتحتك بالناس وهنا أيضا في مقامها في تطوان كانت تفعل نفس الشيء ولهذا كانت اكتسبت خبرة على صغر سنها وتميزت بذكائها وبداهتها وأيضا باهتمامها بالشأن العام والشأن السياسي وأمور بلدها كانت عندها مشاريع في تطوان كانت تتعامل مع الناس وكان زوجها لما يخرج في مهام دبلوماسية أو سياسية أو عسكرية كانت هي الحاكم في تلك المدينة كانت تحكم تلك المدينة وتؤدي رسالتها وتعمل أعمالها وتقوم بالإجراءات السياسية وغيرها وهذا دليل أن المرأة تستطيع أن تقود وتستطيع أن تؤدي دورها فاستمر هذا الوضع فكانت بفعل تلقب حتى كانت تلقب بحاكمة تطوان يعني هو زوجها تنوب عن زوجها وليس هذا فقط هو كان يشاورها في كل أمور الحكم وكثيرا ما كان يأخذ برأيها يعني يشاورها في موضوع معين فتقول له رأيها فيأخذ به وهذه لمكانتها الرفيعة ولأنه يعلم مقوماتها وقدراتها وسبحان الله العظيم وحنكتها التي اكتسبتها بالإضافة لما قلت أن الأجواء التي كانت موجودة جعلتها يعني امرأة حازمة امرأة لما يتغيب زوجها تؤدي أدوارها السياسية والاجتماعية وتدير دفة الحكم في تلك البلدة وتساهم في الزهارها ونهضتها حتى شهدت مدينة تطوان في عهد زوجها وفي عهدها بعد ذلك يعني حالة من الارتياح والرقي والبناء المعماري والحركة العلمية الكبيرة في تلك المدينة وظلت مع هذا الحرة ظلت تتلقى العلم وظلت تكتسب الخبرات من خلال احتكائكها بالعلماء والأدباء والناس القيادين في بلدتها ثم توفي زوجها فتزوجت الحرة وكان ذلك ربما حتى في مرحلة متقدمة من عمرها في عام 948 للهجرة تم عقد قرانها على مولاي أحمد بن محمد الوطاسي ويعني أيضا هذه كانت كما يقال زيجة لها علاقة بالسياسة وأخوها طبعا بقي في ششوان ومحولها وكان أيضا هو حاكم هناك الحرة تم عقد قرانها مع الأمير محمد بن أحمد مولاي أحمد بن محمد الوطاسي وكان لكنه رجع إلى مدينته وكان يسيطر على منطقة فاس إذن أحبابي الكرام بعد زواجها الأول تزوجت بعد وفاة زوجها في سنة 948 هجرية كما تقول المصادر من الإمام أو المولاي أحمد بن محمد الوطاسي هو هذا كان حاكم في مدينة فاس وهي الزواجة أكثر شيء لها بعدها السياسي لأنه كما قلت هناك مخاوف بالفعل من امتداد برتغالي أسباني على المغرب الأقصى والحرة يعني كانت معروفة من قبل في إدارتها لمنطقتها تطوان قلت كانت تشتغل مثل نائبة الرئيس صحة التعبير بالتعبير المعاصر وكانت أدى الدور يعني وعلم عنها هذا ومرأة مشهورة وابنة أمير على ششوان واخوها كان أيضا أميرا فخبرتها السياسية معروفة وقدرتها معروفة فتزوج بها الإمام الوطاسي هذا مولاي وعقد عليها ثم هي بقيت كحاكمة لمدينة تطوان لأنها أصبحت هي الحاكمة من سنة 1515 إلى 1542 هو رجع إلى فاس وربما يأتيها بين فترة وأخرى لكن هي بقيت كحاكمة لمدينة تطوان كأنه لم يجد من يسير البلاد مثلها فبقيت تدير الآن دفت الحكم كله بيدها لم تعد نائبة للرئيسي لأن أصبحت رئيس البلدة هذه أو المدينة هذه وأدت بالفعل دورا مميزا على الصعيد الداخلي كما قلت اهتمت بالمدينة اهتمام كبير جدا ولها بصمتها فيها وأيضا على الصعيد الجهادي كيف يعني الصعيد الجهادي؟ قلت كانت هناك محاولات الاحتلال سبتة والاقتراب من المليلة والاقتراب حتى من باقي مدن المغرب الأقصى فهذه السيدة الحرة خاصة يعني هي ولدت في ترك الفترة التي سقطت فيها الأندلس وكثير من المغاربة أو الأسر المغاربية كانت هي ابتداد لمناطق الأندلس المرسكيين الذين مورس عليهم ذلك الاضطهاد الكبير جدا من قبل الكاثوليك الأسبان بعد سيطرتهم على الممالك الأندلسية في قرطبة وغرناطا وغيرها يعني فعلوا بالمسلمين ما فعلوه معروفة يعني محاكم التفتيش تعرض هؤلاء إلى القتل وإلى القتل على الهوية يعني إما أن تتنصر وإما أن نقتلك ومورس عليهم اضطهاد كبير فبعضهم جاء ولجأ إلى المغرب فهي عاشت في هذه البيئة ومن ثم فهمت مقدار الظلم الذي مورس على هؤلاء الذين هم إخوة لها في الإيمان وفي الدين وفي الإسلام وكانت هي تربت على قيم الرفعة والشجاعة وكراهية الظلم فلم تكن تريد هذا لذلك هي ماذا فعلت كان ظهر في تلك الفترة الأميرين بربروسا يا خير الدين وأخوه وعرفا بنشاطهم البحري في المغرب الأوسط في منطقة الجزائر اليوم عرفا بنشاطهم البحري في مواجهة محاولات البرتغال والأسبان من تمددهم في البحر الأبيض المتوسط فكانوا يقومون بهجمات من القرصنة على سفنهم وعلى تحركاتهم حتى يمنعهم من الحركة وطبعا كان يتم تشجيحهم من الدولة العثمانية التي بدأت الآن وليدة في ذلك الوقت فعقدت الحرة تحالفا مع الأميرين خير الدين بربروسا لكي يكون لها هي دور في جهة المغرب الأقصى مقابل دورهما في جهة المغرب الأوسط الذي هو منطقة الجزائر اليوم ومنطقة المغرب اليوم فهي أدت دور تحالفي معهما كانت تساعدهما وهم أيضا يساعدانها بخبرتهم البحرية يعني عبر بحارة وكذا وعبر أيضا احتياجات لماذا هذا التحالف؟ من أجل إيقاف المد الأسباني والبرتغالي فهذه ليست مجرد حاكمة أدت دورا سياسيا فقط ولكن أدت دورا عسكريا وأدت دورا دبلوماسيا وهي حتى كانت تعليمها كان تعليم رفيع جدا هي كانت تعرف العديد من اللغات كانت تتقن اللغات الأسبانية وغيرها فهذا كله جعلها عندها قدرة على التعامل السياسي والدبلوماسي ثم هذا التحالف العسكري الذي شكلته الذي ذكرته كثير من المصادر الأسبانية والبرتغالية والفرنسية تذكر هذه الأميرة أميرة تطوان وتذكر نشاطها وكانت تسمى المرأة التي تكره الأجانب كانوا يسمونها قرصانة ويشنعون عليها ويقولون أنها امرأة بلغة العصر إرهابية وهي فعلا كانت تدافع عن مياهها الإقليمية وعن بلدتها وعن مغربها المدينة والبلاد التي تربت بها والتي أحبتها فلها دور سبحان الله مشهود لها ذكرت في عديد المصادر التاريخية الأسبانية والفرنسية وغيرها كما قلت يسمونها المرأة التي تكره الأجانب هكذا والتي تمقت الأجانب ويقولون عنها أنها قرصانة في البحار يعني مثل لعب الدور لا يقل أهمية عن الدور الذي لعبه الأخوين بربروسا في صدهم للهجمات التي كانت القوات الأسبانية والبرتغالية طبعا هم كانوا متحالفين مع بعضهم البعض من أجل أن يقتطعوا أماكن من المغرب ويشهد لها بأدوات دبلوماسية من بينها مثلا أن ذهبت إلى سبتة وتفاوضت على مجموعة من الأسرة المغاربة هناك فدليل على أن هي من قوة شكيمتها ومن شجاعتها ومن قدرتها العسكرية أنها استطاعت أن تأثر قادة وبحار أسبان ومن تم مثل هذا الضغط عليهم يمنعهم من التقدم وإلا كانوا أخذوا المغرب الأقصى بأكمله فمجيئها في هذه الفترة التاريخية الصعبة الظروف السياسية الظروف التي كانت موجودة في ذلك الوقت لم يجعلها امرأة سلبية بل جعلها تكون امرأة قوية وتؤدي دورها باقتدار وشهد له التاريخ بذلك سبحان الله العظيم كتب عنها العديد من الكتاب ولعل هنا أذكر هذا الكتاب هذا الكتاب تحت عنوان المرأة في تاريخ المغرب الإسلامي هذا هو الكتاب اسمه المرأة في تاريخ المغرب الإسلامي للدكتور المؤرخ المغربي المشهور الدكتور عبدالهادي التازي خصص لها صفحات وارجعنا لكثير من المراجع الأسبانية والوثائق البرتغالية والأسبانية وحتى الفرنسية التي تذكر مراسلات بينها وبين حكام تلك المناطق ومسألة أن هناك أسرة لهم وأنها تفاوضت بشأنهم كانت لها أيضا انتقالات دبلوماسية إلى بعض المدن في العالم الإسلامي وإلى تركيا اليوم من أجل التفاوض حول الدعم إن صح التعبير اللي يقدم للبحرية لها عبر خير الدين برباروسا وعبر الدولة العثمانية من أجل أن تكون عندها قوة أكبر وهذه القوة تجعلها تدافع أكثر بقوة عن أمن وسلامة بلادها إذن أحبابي الكرام هذه مراحل من حياة هذه الشخصية المغربية التي تعد من أول إمرأة مغربية تحكم في المغرب الأقصى والتي كانت لها بصمة مميزة من بداياتها من بدايات انتلاقها سواء في مراحل تعليمها التي تلقتها بقوة وكما قلت حتى أتقنت لغات وتعلمت عديد العلوم من العلوم العلمية والعلوم الفقهية والشرعية ثم انتقالها لمرحلة زواجها الأول ودورها المميز في مدينة تطوان وما فعلته من أمور تذكر لها يعني لها أيضاً الاهتمام بالجانب الخيري يذكر فيشكر كما يقال بالإضافة إلى اهتمامها السياسي وكانت قريبة من أبناء بلدتها يعني النقطة التي أريد أن أشير إليها يعني كانت قريبة جداً من أبناء مدينة تطوان سواء في مرحلتها الأولى لما كانت بين قوسين نائبة للرئيس أو في مرحلتها الثانية لما هي كانت الحاكمة الأولى يعني في هذه المدينة بعد زواجها الثاني في كل هذه المراحل رغم حتى التقلبات السياسية ورغم انتمامها بالنشاط البحري ونشاط العسكري والدبلوماسي يعني وطدت علاقتها مع الولايات الموجودة في تلك المناطق في المغرب وكانت لها مراسلات مع حكامها ولأجل أن يكون هناك يعني لا يكون هناك اهتداء يكون هناك جبهة إن صح التعبير تمنع تلك المحاولات محاولات الامتداد الأسباني والبرتغالي نحكي عن امرأة واجهت ظروف قاسية جداً وصعبة سياسياً ولكنها استمرت في هذا الميدان إلى واخر أيام حياتها الفترة التي حكمت فيها كما قلت شهدت مناخاً دبلواسياً رفيعاً سياسياً رفيعاً هناك العديد من الوثائق التي ذكرها الدكتور عبدالهادي التازي التي تشير إلى عمق تواصلها وإلى قدرتها السياسية يعني امرأة يحسب لها حساب قادة عسكريون من المغرب وقادة سياسيون يأتونها ليتحالفوا معها وكذلك يعني الأسبان كانوا يخشونها وكانوا يمقطونها مقتاً شديداً جداً يعتبرونها بين قوسين امرأة إرهابية امرأة تكره الناس وتكره الآخرين الآخرين هم هم المعتدون والظالمون والذين للأسف فعلوا ما فعلوا في المسلمين في محاكم التفتيش ثم احتلوا سبتة ومليلة اللواتي يعني في عمق الأراضي المغربية وفعلوا كل هذا ويتهمون هذه الحرة بالفعل يتهمونها بأنها إرهابية بقيت تستمر في أداء دورها هذا ولكن للأسف يعني تم تحالف عليها في أواخر أيام حكمها وبدأوا يعملون القلاقل من أجل أن الحكام الموجودين في المغرب المسألة أنا لا أستطيع أن أعتبرها مسألة يعني ذكورية ومسألة أنه ربما يكون هذا موجود يعني لا يخلو الأمر بالتأكيد أنهم كيف امرأة وتحكم وكذا ولكن أيضا لها دور في المؤامرات السياسية التي موجودة من الداخل ومن الخارج لأن الأسبان غاضتهم جدا وجود هذه المرأة المرأة القوية يعني التي كانوا يحسبون لها ألف حساب فحدثت مجموعة من التأمورات والقلاقل التي المفتعلة من أجل أن ينحوها عن حكمها لمدينتها وبالفعل في سنة 1961 أو 1962 على أراء مختلفة في المصادر كما قلت يعني حدثت مجموعة من القلاقل هي محبرة عن تأمورات سياسية أن هذه إذا استمرت ممكن أن يمتد حكمها إلى ولاياتكم إلى كذا سياسة الاستعمار وفرق تسد والأطماع للأسف البشرية يعني أحيانا يتجاوز فيها أمر مصالح البلد فشكل بالفعل ضغط عليها وتم مهاجمة مدينتها من قبل طبعا بعض الولاة التابعين للدولة الواطسية في ذلك الوقت وتم إنهاء أمرها وخرجت من الحكم سنة 1542 ولكن تركت بالفعل بصمة مميزة وبعد ذلك بقيت في رجعت إلى مدينتها شفشاون وبقيت بقيت حياتها هناك تجهت إلى الصلاة وإلى الزكاة وإلى العبادات المختلفة وكانت تعيش مع كتاب الله عز وجل بعد هذه الفترة التي كانت فيها تعمل تحت ضغط ليس سهلا عاشت بقية حياتها حتى توفت سنة 1562 وبعض المتصادر تقول 1561 يعني الفرق ليس كبيرا توفيت الحرة حاكمة تطوان المشهورة بهذا اللقب تلك المرأة التي كان لها دورا دبلوماسي وسياسي وعسكري ودافعت بقوة عن بلدها وأدت رسالتها خير القيام وتحملت مسؤوليات وأعباء قد لا يستطيع الرجال القيام بها فرحمة الله عليها وجزاها الله خيرا عما فعلته وبالفعل هي قدوة لكثير من النساء لما يكون لهنا دور لما يجدنا فرصة للقيام بدور وتحمل مسؤوليات سياسية أو مسؤوليات في الدولة جزاكم الله خيرا أحبابي الكرام على متابعتكم وحسن استماعكم حتى الملتقى أستوضعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة